اشتركوا في القناة جيد ستة عشر ناقص ستة تساوي عشرة نعم تمانية في ستة تتاوي جيد تمانية واربع اذا في الاسبوع الماضي تعرفنا على ماذا تقنية الضرب سنقوم بتذكير لما رأينا في الحصة الماضية مئة وثلاثة عشر ضرب خمسة اذا نبدأ دائما بدرب الوحدات في الوحدات خمسة في ثلاثة تساوي خمسة عشر نضع خمسة ونحتفظه بعشرة وضع في العشرات فيما بعد ننتقل الى الوحدات في العشرات وحدات في العشرات خمسة في عشرة تتاوي نعم خمس عشرات خمسون زائد عشرة ستصبح ستة عشرات نعم سنكتب ستة عشرات تحت العشرات ننتقل الى طبعا نشطب عليه لاننا قمنا بحسابه الى الوحدات ضرب المئات خمسة ضرب مئة تساوي نعم خمسة مئة ونكتب خمسة تحت المئات ننتقل الى تقنية اخرى الى وهي تقنية الجمع خمسمائة واربعة وسبعون زائد مئتان وستة وتمانون دائما ننتبه لوضع العملية وحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات سنجمع الوحدات مع بعضها أربعة زائد ثماني وحدات تساوي اثنى عشر وحدة سنكتب نعم اثنان ونحتفظ بعشرة سنجمع العشرات زائد العشرات ونكتب سبع عشرات زائد ست عشرات تساوي تلاتة عشر عشر ونكتبها مئة وثلاتون إذن ثلاتة عشر عشر زائد عشر تساوي نعم أربعة عشر عشر نكتب أربعة تحت العشرات ونحتفظ ب مئة خمسمائات زائد مئتان لأنها في خانات المئات تساوي كم؟ نعم سبع مئة زائد الاحتفاظ مئة أخرى هنا ممثلة بواحد في القرص الأسطر ثمان مئات إذن سنكتب ثمانية تحت المئات مباشرة إلى الطرح دائما نحتفظ أو نحافظ على وضع العملية وحدة تحت الوحدات وسنقول خمسة ناقص سبعة خمسة ناقص سبعة لا يمكن إذن ماذا يجب علينا أن نفعل؟ سنستلف من العشر عشرة تصبح خمسة عشر الآن بإمكاننا أن نطرح منها سبعة إذن كم تساوي ثمانية سنتأكد من صحة العملية فيما بعد الآن سنقوم بطرح عشرة نضعها هنا في العدد الذي سنطرح تصبح سبع عشرات إذن ثلاثة عشرات ناقص سبع عشرات لا يمكن سنقوم بنفس الطريقة نستلف مئة من المئات تصبح ثلاثة عشر ناقص سبعة كم يساوي؟ نعم ستة دائما لا ننسى المئات التي أخذنا من المئات المئة سوف نقوم أيضا بطرحها إذن سنضيفها قربة اثنان لتصبح ثلاثمئات ثم نقوم بوضع سبعة ناقص ثلاثة كم يساوي؟ أربعة نعم إذن أني تأكد من صحة هذه العملية وأن كما قلنا في الدرس في درس الطرح بأن عكس الطرح هي عمليات الجمع إذن سنأخذ الفرق هذا سميناه الفرق نعم وماذا سمينا مئاتين وسبعة وثيسون المطروح والعدد الأول سبعمائة وخمسة وثلاثون هو المطروح منه إذن سنأخذ الفرق سنضيف له مئتين وسبعة وثيسون التي هي المطروح تساوي سنجمع الآن إذا حصلنا على ما مجموعه سبعمائة وخمسة وثلاثون فالعملية صحيحة جيد إذن في العملية العكسية للطرح هي المطروح عفوا الفرق زائد المطروح يساوي المطروح منه إذن سبعة زائد ثمانية خمسة عشر نكتب خمسة نعم ونحتفظ بعشرة ستة زائد ستة اتنى عشر نعم زائد زائد الاحتفاظ ثلاثة عشر ونحتفظ بمئة في المئات إذن سنجمع المئات مع بعضها مع الاحتفاظ الموجود في القرص الأصفر أربع زائد اتنان زائد واحد تساوي صحيح سبعة إذن لاحظوا معي هنا قد وجدنا تبع مئة وخمسة وثلاثون هو نفس العدد الذي كان في المطروح منه إذن فعملية عملية صحيحة فقط هنا للتأكد نعم ويمكننا أن نقوم بيض دون وضع العملية بشكل عكسي ثماني زائد سبعة خمسة ستة زائد سبعة ثلاثة ساعة أربعة زائد ثلاثة سبعة كل بساطة لكن في بداية الأمر يمكننا وضعها بشكل عمو إذن نمر إلى إعطاء لتطبيق ما رأيناه على شكل نص مسألة الأمر المهم في نص المسألة هو قراءة متأمية يمكن أن تقرأها مرة مرتين إلى أن تستوعب محتوى المسألة ومعطيات المسألة جيد نمر تملك أمك ثلاثمائة وخمسون درهما اشترت أربع علاب من الشوكولاتة بثمن بثمن خمسة عشر درهما للعلبة الواحدة و كيس من الأرز بثمن خمسة وستون درهما و ثلاث علاب من الشاي ثلاث علاب من الشاي بثمن أربعون درهما للعلبة الواحدة نعم السؤال احسب المبلغ الذي صرفته والسؤال الثاني المبلغ الذي تبقى معها جيد أولا يجب علينا أن نحدد المعطيات الأساسية الموجودة في نصر مسألة إذن المعطيات التي لدينا هي سنقوم بتسطيرها عندنا ثلاثمائة وخمسون درهما أربع علاب ثمن العلب الواحدة خمسة عشر درهما و يعني زائد كيس من الأرز بثمن خمسة وستون درهما و يعني زائد ثلاث علاب ثلاث إذن سوف نقوم بتسطير كل مشارة الأم والمبلغ الذي كان بحوزتها لنتمكن من حل نصر المسألة إذن سنستخرج المعطيات الآن خارج نصر المسألة تملك ثلاثمائة وخمسون درهما نعم خمسة وستون درهما أربع علب شوكولاتة خمسة عشر درهما للعلبة الواحدة إذا كانت علبة واحدة يساوي خمسة عشر درهما إذن علبتان كم يساوي نعم دائما نفكر في عمليات الضرب وهكذا إلى أن نصل إلى العدد ثلاث علب شاي أربعون درهما للعلبة الواحدة إذن علبة واحدة أربعون درهما و علبتان أربعون في اثنان نعم تمانون وهكذا إلى أن نصل إلى العدد المطلوب الآن نمر إلى العملية التي يمكننا إجراء لإيجاد الجواب إذن كم صرفت الأم خمسة عشر أربع مرات ستون نعم أربعون ضرب ثلاثة لأن الشرط ثلاث علب من الشاي كم يساوي نعم مائة وعشرون وأخيرا علبة واحدة أو كيس واحد من الأرز طلبنا مرة واحدة أو تقرر لدينا مرة واحدة الآن ماذا يجب علينا أن نفعل بكل هذه الأعداد سنقوم بجمع كل المشتريات نضعه عملية عمولية نبدأ بحساب الوحدات مع الوحدات يساوي سفر زايد سفر زايد خمسة يساوي خمسة ستة زايد اثنان زايد ستة أربعة عشر ونحتفظ في المئات بمئة مئة زايد مئة يساوي نعم مئتان إذن المبلغ الذي سوف تدفعه الأم أو بجمع مشتريات هو مئتان وخمسة وأربعون درهما في الحال سنكتب المبلغ الذي صرفته أمي هو مئتان وخمسة وأربعون نمر إلى السؤال الثاني كم تبقى لها طبعا نعرف كم كان لديها كم كان لديها كان لديها كم نعم كان لديها ثلاثمائة وخمسون درهما إذن المبلغ الذي لديها سوف ماذا نفعل نعم نطرح منه المبلغ الذي صرفته الأم لنعرف كم سيتبقى لديها طبعا عملي عمودية وضع الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات إذن هنا 0-5 لا يمكن بعد قلنا سوف نقوم نأخذ 10 من العشرات ونضيف في الوحدات واسطح 10 الآن بإمكاننا طرح العداد 5 من 10 إذن كم يزاوي صحيح 5 سنضع العشرات في قرب 4 وسنضيفها مع بعضها لنطرحها من 5 إذن سيصبح العدد هنا 5 4 زائد 1 أو 14 زائد 10 إذن سنقوم بترح 5 ناقص 5 جيد يساوي 5 وأخيرا 3 ناقص 2 تساوي 1 1 وإلى هنا نكون قد وجدنا الحل المبلغ الذي تبقى معها هو 105 رهي إذن من خلال هذه الأنشطة التي أنجزناها في نظركم ما هو عنوان الدرس طبعا من جال العدو الأعداد إذن نعم عنوان الدرس هو الجمع والطرح والضرب وما هو الهدف في نظركم نعم قمنا بحل نص مسألة باستعمال الجمع والطرح والضرب إذن الهدف الذي استخرجتموه هو حل نص مسألة متعلقة بعملية الجمع أو الطرح أو الضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 999 وإلى هنا نكون قد أتينا على نهاية هذا الدرس سأترك لكم جانب تمرين لإنجازه في الحصة المقبلة ودمتم في رعاية الله وحظه إنجاز تمرين 2 و3 صفحة 104 وإلى فرصة قديمة إلى اللقاء تمرين 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 تمرين